خطأ غير مقصود وأضرار جانبية بهذه الكلمات اعتاد التحالف تبرير جرائمه أو خطاياه إن صح التعبير إزاء سلسلة الأخطاء التي ترتكبها مقاتلاته بحق المدنيين والعسكريين في البلاد خطأ مقاتلات التحالف هذه المرة استهدى فارتلاً عسكرياً من قوات الجيش الوطني في الجوف وتحديداً في مديرية خوب والشعف كبرى مديرية المحافظة ما أدى إلى مقتل نحو خمسة جنود وإصابة آخرين المصادر تحدثت عن قيام مقاتلات التحالف بشن غارة على أحد المواقع في وادي قعيف بمديرية خوب والشعف بعد تقدم قوات الجيش إليه وبالعودة لذاكرة الأحداث فإن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها مقاتلات التحالف قوات الجيش الوطني بل إن أخطاء أخرى كما يسميها التحالف استهدفت تجمعات للجيش منذ التأسيس في منطقة العبر التابعة لمحافظة حضر موت ومناطق أخرى في مأرب وتعز ونهم التابعة لمحافظة صنعاء كما استهدفت عدة مرات مواقع الجيش في الجوف يكتفي التحالف في كل مرة بتقديم واجب الاعتذار عن الأخطاء المتكررة التي تلحق بقوات الجيش الوطني دون منع تكرار ذلك تزايد عدد حالات استهداف قوات الجيش الوطني في مناطق مختلفة واستهدافها لقيادات ميدانية كثيرة دفعت بمراقبين إلى تعزيز الشكوك التي تتحدث عن عدم جدية التحالف في استكمال تحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي بل وربما أكثر من ذلك وأمام هذا كله تقف الحكومة الشرعية عاجزة عن وضع أي حلول لأخطاء التحالف المتسلسلة ليس بحق العسكريين فقط بل وحتى المدنيين أيضا وهو ما يضعها أمام مسؤولية كبيرة قد تستدعي تعرض بعض من قياداتها للمساءلة والمحاكمة مستقبلا